السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فيديو ان شاء الله جديد ودرس جديد مرحبا بكم في قناتي وقناتكم عالم ام ياسمين للخياطة ان شاء الله في هذا الفيديو سوف نفصل معاكم ونخيط معاكم بطريقة هذه الكسوهادي اللي ضربت طنطنسة البنات سهلة خفيفة مريحة في اللبسة سهلة في الخياطة تبقوا معايا تبعوا معايا غير الفيديو حاولوا انكم تطبقوا الموضيل المبتدئة تقدروا تخدموه ساهل ومطلوب بزافة البنات وهذا الموضيل صراحة كيتبع بزاف ومطلوب تبعوا غير الفيديو من الول حتى الاخير باش تقدروا انكم تفهموا الطريقة ديال الفصالة وديال الخياطة دياله نخليكم كما لاحظتوا قدرتوا بالجيوب والبنضة في الكمام والبنضة حدنا حتى في الكل وبالنسبة المترج ديال التوبرانيكال قتعاليك نخلي لكم الفيديو في الاسئلة كلها اللي تقدروا انكم تستفدوا منها اول حاجة بالنسبة المترج ديال التوب فهو جوج متر ونص فقط وبالنسبة له التوب هدا فهو ديال الخيط ضروري ندوزه من الماء يتفزك في الماء واحد ساعتين دي المقانة ساعة دي المقانة على حساب الوقت اللي عندكم باش كي يشرب لنا ديال التوب باش مرة اخرى من ينفزقوه ما غديش يشرب لنا كان طوي التوب ديالي انا غدي نحاول انني نبطأ معاكم في الكلام لانك اللي قد تعالق انني كان سرع ولكن هكا الشرح ديالي انا غدي نحاول نبسط معاكم الموديل نفس الموديل اللي انا لبسه ولكن انا هني هذا اللي لبسه ديرا فيه البليكخو في الامام هدا غدي نديروه سامبل الى بغيت انتم تديرو في البليكخو غدي تقسمو التوب ديالكم وغدي تخلي واحد القطعة زيد فيها واحد العشرة السنتيم والقطعة الثانية نقصة عشرة السنتيم وغدي نحطوه القطعة اللي زيدة من الفق والقطعة اللي نقصة من تحت والقطعة اللي زيدة من الاسفل نتمنى الشرح يكون واضح هنا غدي نديروها سامبل كما لاحتو في البداية في الفيديو كان طوي التوب ديالي على 4 عامة كان حييد لك مملاواله وكان بدان اخد القياس ديالي من الجهة المسدودة 8 سنتيم ديال دورات الرقابة قياس الكاتف كيبقى لي هنية 41 سنتيم وغدي نكملو البقية بقطعة للعرض لها 8 سنتيم او 10 سنتيم على حساب انتم القياس اللي بغيتو تكملو لكم هنه غدي نطيح الكتاف ب 7 سنتيم وغدي نلاقي ذك ال 7 سنتيم مع دورات الرقابة اللي هي 8 سنتيم ما كان تضيوهاش الكتاف كان تضيوه هنه رأس لكم غدي نديرو فيها 20 سنتيم سنتيم كيمشي ديالي من الفوق كيمشي ديالي من الاسفل كيبقى لينا 18 سنتيم غدي نشدوه هنا التركيز التركيز حال غنديرو فيه معدنا طي ستوندار واللبسة كتلبس واسعة غدي نحطه 30 سنتيم في التركيز ديالنا وبالنسبة الخط الصدر غدي نحط فيه 36 سنتيم هطي هاتي كتلبس من XL و XL تقدر تلبسك حتى ال 4 XL غدي نهبط من خط الصدر للحزام 14 و غدي ندير نفس القياس اللي حطيت في الصدر نفس القياس اللي غدي نحط في الحزام و غدي ندير تقويره دياليني شان حتى دورات اللي أنا حطيت بغيتوا تعبروا غدي تجو من ذك النقطة ديال الخط الصدر حتى سوف نقوم بتقويره عليها إذا طبقته سوف نقوم بتقويره حتى الدورات لكم الفصالة هذه هي كيمينو طريقة سهلة وبسيطة صراحة الفصالة ديالها في الخياطة المرحلة الثانية سوف نشد الطول بالنسبة للطول ما تزيدوا بسيطة صراحة سوف نضيف المدينة لان هذا الموضيل كفيفة لا يوجد المدينة سوف نضيف المدينة هنا بالنسبة للجليل في المدينة ونسبة للجليل لا يوجد المدينة واسعة من الفق لا يجب أن نضيف المدينة سوف ندخل بـ 14 سنتيم و ندخل بـ 14 سنتيم و ندخل بـ 14 سنتيم بـ 10 سنتيم سوف ندخل بـ 14 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 سنتيم سوف ندخل بـ 16 سنتيم سوف ندخل بـ 16 سنتيم نفتح الجهة المسدودة نفتح البندات نضيف البندات نضيف البندات نضيف 28 سنتيم و نضيف 5 سنتيم نضيف 5 سنتيم نضيف 5 سنتيم نضيف 58 سنتيم نضيف 29 سنتيم وعلى حسب دورات الكم اللي غادي نديرو فيها اللي درنا فيها 20 سنتين غادي نديرو فيها 19 سنتين فقط البنات هنا انا دائما مني كنفصل شي حاجه ديالي كندير البنتي معايا علاش كندير حتش كي بقالي التوب دابا مثلا ان هنتو ملاحت معايا جوجمي ترانس فقط ما كان ناخدش هنا التوب الزايد باش ندير ليها ما كان بغيش نضيع ذاك القيطاع ديال التوب دائما كنفصلها مني كانت صغيرة مني كان عندها بقية 4 سنين حيث رجعت مزامنة مع وقت اللي كنت انا حلت فيها القناة دكشي على اسمية القناة ديالي على اسمية ديال البنت هنا يا غادي نجي وغادي نفصل لها واحد الكسيو اللي هي صغيرة وراء تحت الركبة هي القياس ديالها 6 سنوات وهي درت ليها غيكسي ويعلى قد القياس اللي غادي تلبسها في الصيف لاحظوا معايا البنات هنا في الكاتيفين دات 16 سنتين فص درت 20 سنتين والطول على حسب الطول اللي انا عندي ديال التوب واضح دائما كن ما نفصل شي حاجراني ذك الزيادة هنا يا حاولت اني قمت ندير مع البنات الموضيلات اللي انا كان خدم البنتي غير من ذك الزيادة اللي كتبقالي باش ما تبقىش تضيعوا حتى انتم التوب عمري ما شاركت معاكم شي فيديو لكن دائما كان حبس وكان ذك الشي ديال التوب كان بادية بادية الفصالة ذك القطع اللي كيبقوا لي التوب دائما كان خرج منهم اما سريولات اما كسيويات اما تيشورتات صغاري فانا هاد فكرة هدي بغيت نشاركها معاكم باش انتم ما يلا كنتو كتفصدو كانت عندكم شي بنيوتة صغيرة ولا شي بنيوتة شي حنيلوة صغيرة حتى انتم ما تخرجوا لها الكسيويات بحل الموضيل ديالكم وخا تكون غير غير كسيويات هكا صغيرة تصلي تلبسها خفيفة البنات وهذا الموضيل هدي كيجيفني وان في اللباسة دياله موضيلة رائع سافي هنا كنا نكون سالية الفصالة كيبقى لي غادي ندير لي هاد تبطين لاحظوا غامل القيطع ديال تبراني حتى كنخرج الموضيل ديالي وديال بنتي اللي سراحة ان كتلعون موضيلة هنين ونين وخفيفين وزوينين بغيت القياسات ان شاء الله في الفيديو القادم نشارك معكم القياسات لانني حتى فيديوات بزاف وفيديوات اللي انا كنفصل الراسي دائما كان ديال بنتي غادي نعطيكم حتى القياسات ديال على العمر اللي انا كنفصل فيه سافي هنا يلاحظوا معي درس التبطين ديال الامم غادي بقالي ندير تبطين ديال الخلف ديال دورات الرقابد الخلف راني كنفصل بيقى بلا قياسات الخدمة ديال الزربة وخدمة ديال عين كميزان حيث سافي العبار ديالها راني حافظة هنا غادي ندير واحد الباندال اللي غادي ندير بها البابيون الكسيوة سافي هنا كنكون سالية الفصالة ديال الكسيوة تفجوج بهم لا تنسى مليجيم كما كنقول لكم دائما هنا ندزل مرحلة ديال الخياطة اول حاجة كنبدو بها فهو الكل ديالنا هنا غادي ننجيو لسق الباندال دائما سنتيم ديال الخياطة لا غايت مو و سنتيم ديال خياطة ديالنا حتى الاسفل بنات هاد الموضير راني شاركت معاكم بزاف ديال مرات طريقة ديال الخياطة دياله نتمنى لا تكون طريقة هنا واضحة لكم كنحبس هنا كنوصل لجهة ذاك سنتيم ديال ندخلنا في الفصالة كنوصله حده ونحبسه ندير الجهة الثانية الباندة ديالنا دائما الجهة السرجي على الجهة السرجي سنتيم ديال خياطة ديالي لاحظوا معايا حتى نوصل تحت الفتحة ديال الكل ونحبس سنتيم سنتيم ديال سنتيم ديال سنتيم ديال حتى نوصل للخياطة اللي انا حبست فيها في الباندة سنتيم ديال سنتيم ديال سنتيم ديال سنتيم ديال حتى نوصل للخياطة هنا سنتيم ديال خياطة بحديثة كما يمكن لكم انا هنا يخيط في المرة واحدة بلا ما نخرج ديال سنتيم ديال نحب باندة على باندة سنتيم ديال سنتيم ديال سنتيم ديال الخياطة ديالي باش نتبت الخدمة ديال الكل. صافي هدك يكون هو الكل ديالنا. لاحظوا معايا. لاحظوك يجينا مضبوط. كانت اكد منه يكون القياس مضبوط. صافي هنا غدين جي وغدين دير تبطين ديال الخلف. نخيط سنتيم ديال الخياطة وكندور على دورة الرقابة فقط. غدين جي للسقل امام مع الخلف. ضروري نجي للسقل امام مع الخلف. ضروري نجيب الجهة ديال الامام. بشكل السقل الكاتفين ديولي. هالطريقة هادي. لاحظوا معايا. الوجه للوجه. القطعة الامام مع الوجه القطعة. وكنجيب دائما كنبدأ من الجهة ديال التبطين. نحط الوجه للوجه. وكنرجع نقلب دك الجهة ديال التبطين ديال الخلف. لا غط مو. اتمنى الشرح يكون واضح لكم. وكنكمل الخياطة ديالي سنتيم الخياطة. وهنا كنحاول انا كنخيط وانا كنقد. حتى كنوصل لدورة لكم. بعد الشكل. ونصد الخدمة ديال. نفس الطريقة هادي نديرها الجهة التانية. الكاتف على الكاتف. ونقلب التبطين. ونخيط الكاتفين ديالي. حتى كنكمل على. الخياطة ديالي حتى لرأس لكم. بنات هنا ما عندناش لكمان في هذا المو. كما لاحظو. كلا صقوا غير الكتفة ديالنا. وكنها في طب الخياطة على طول. حتى كنوصلوا الرأس لكم. سوف نجي غادي نمونطي البياسة ديالي. ولكن ضروري كندير. الخياطة على التبطين باش كنتبته. ما كيبقاش يطلع لي او يتقلب لي. اني كنلبس البياسة ديالي. هنا كندير سوبيكاج وكنرجع نفتح. هاكد معايا باش كنتبت. سوف نكمل بالخياطة ديالي. باش كنتبته على الظهر. سابسي من الخياطة بهذا الشكل. انا كنخيطه انا كنفيني. كنحيي الخيوكي كيكونو زيدي. لاغيطه دائما سيد الخدمة ديالي. سوف نجي غادي نمونطي البياسة ديالي. كنبلا دائما مرأس لكم. وكنهبط بالخياطة. حتى الاسفل هنا عدنا نركب الجيب. تمنى للمتابعات اللي كانوا قلوا لي عاودي لنا الجيب. يكونو كيشاهدو هنا يا. هاد الفيديو. طريقة ديال تركاب ديال الجيب فهي سهلة. كناخد الجيب ديالي. بعد ما كان نخيطه من الجوانب. كنسده. نضرب الخياطة على الجيب كله. كنجي وكنهبط بواحد الربعات السنتيم وكندير الكرانة. واضح. غادي نجيب البياسة ديالي. لاحظوا معايا. كي نخليها كما كنت كنخيط فيها. وكنكون كرانية. فالفصالة. فاشي كنت كنفصل أنا. كان جيك الكرانة اللي يددت في الجيب. وكنبداها مع ذيك الكرانة اللي انا Julic assin لها الاستغرار تمامًا. حتى كانت لحبس حد الفوتها بعد الجيب. كان بدأ من الكرانة وكننخيط. حتى اليك الكرانة اللي انا كرانية. نتمنى الشرح يكون واضح لكم طريقة سهلة لا معقدة نتمنى الشرح يكون واضح سنجد الجهة الثانية ونثبت على الثاني الكرانة اللي كرانيت 4 سنتيم اللي هبطت فيها في الجيب ونكمل بالخياطة الفوتحة الجيب 14 سنتيم مع القطعات الثانية بحيث لدينا 4 قطعات السقوك والجيهة مع الجيهة فنجد لاغيت موني كنوصل للكرانة نقوم بسقنا الجيب من جوانب لاحظوا معي انا هنا هذا الظهر اللي هو جهتي الظهر ماذا نقوم بسقنا الجيب ونثبته في الامام نقلب وجهة الجيهة الامام ونقلب الربعات سنتيم ونبدأ الخياطة من الخياطة اللي حبست فيها الفلاصة اللي حبست منها نبدأ الخياط منها ونهبط بالخياطة مني كان وصل للكرانات كندير لاغيت موني لانها هي البداية دي الفوتحة الجيب ونقلب الامامام ونقلب الاخران من الوقت من فياليا نضيف القياس 15-14 سنتيم نضيف القياس 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 لطل باندات 1 كار لوك نضيف الجهائ المرحلة ونفتح الخياطة ونقلب الخياطة ونفتح الخياطة ونضرب الخياطة ونضرب الخياطة نضيف الكم 20 و 19 لان الكم الخياطة من جو الجهات الخياطة فيها من جهة واحدة الخياطة سنتيم من الفوق و سنتيم من الأسفل الخياطة سنتيم فقط الخياطة يأتي بضبط نكمل الخياطة نضيف الخياطة لدورة الكم نضيف الخياطة خبل الخياطة نخيط من الفتاح خياطة سنتيم فقط سنتيم فقط خياطة من 4 مصف تقويره في الجليل نحاول انه ننطوي غير سنتين فقط بش تكفي فكه تمشي لي نم قد لاحظوا معي بسهل طريقة و بسرعة انا كنحاول انني نعاون بصبع ديالي سافي و كنظر ملي كنوصل هاد الجيهة كنتبت لبرا ديالي كنرجع نظر الخياطة على الجيهة الثانية سافي هنا كنكون وصلنا نهاية الفيديو كنتمنى من الفيديو اليوم يكون نال اعجب لكم لا تنسوا من الاعجاب والاشتراك والبارتاج للفيديو لكي يوصل الناس اللي مهتمين بخياطة شكرا لكم على المتابعة شكرا لكم على التعليق اللي كتخليولي فحقي لهلي خطيكم وانطلقا ان شاء الله في فيديو اخر الى اللقاء